عقدت الوزير الأمين العام للحكومة سيدة زينب وحمدناه صباحا اليوم شرسة عمل مع وفد من هيئة الوثائق والمحفظات الوطنية بسلطنة عمان الشقيقة برئيسة الدكتور حمد بن محمد ضواني رئيس الهيئة وتناولت جرسة العمل بحث مشالات التعاون المثمر بين البلدين وسبل تعسيسه وتطويره خاصة في المشالات الموكلة للقطاع وفي نهاية شرسة العمل قدم السيد حمدان محمد ضواني درعا تكريميا للوزير الأمين العام للحكومة سيدة زينب وحمدناه جرى اللقاء بحضوري السيد محمد سحاق الكنت المين العام المساعد للحكومة السيد العربي والاخطورة المدير العام للتشريع والترجمة ونشر الجديدة الرسمية السيد محمد المختار سيد محمد الهادي المادوبي العام للوثائق الوطنية سيد المامي والأحمد فال مدير إدارة التوثيق بالوزارة الأمانة العام للحكومة